أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطنة وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي وفي إطار جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية تفقد مدبولي مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مئة الأمطار ومشروع نفق وكبر السادات والممشى السياحي الجديد بميامي حيث وجه بسرعة تنفيذ الملاحظات التي اقترحها على المشروع بجودة عالية كما تفقد رئيس الوزراء المتحف اليوناني الروماني بإسكندرية موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف والمنطقة المحيطة به استعدادا لافتتاحه